السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صف سادس اليوم الدرس الرابع من الفصل الثالث اللي فيه قسمة الأعداد الكسرية فكرة الدرس إنه أجد ناتج قسمة عدد كسري على عدد كسري آخر الأعداد الكسرية مثل معرفنا إنه عدد صحيح مع كسر اعتيادي يعني خمسة وواحد إلى ثلاثة رح نجي إلى فقرة أتعلم يوزع بائع العطور خمسة وواحد إلى ثلاثة غرام من أطر الورد على قناني صغيرة يكون في كل منها واحد واحد إلى ثلاثة غرام ما عدد هذه القناني يوزع يعني السؤال يبدأ بيوزع يوزع معناها العملية قسمة وهنا نعدني هي قسمة الأعداد الكسرية اللي هي نفس خطوات قسمة الكسور الاعتيادية فقط إنه الأعداد الكسرية تحول إلى كسر اعتيادي يعني الأعداد الكسرية الموجودة إنه أول خطوة أسويها إنه نحول الأعداد الكسرية إلى كسور اعتيادي هذه أول خطوة في عملية القسمة أو حتى في عملية الضرب رح نجي نشوف الأمثلة اللي هو هذا الفقرة التعلم رح نحلها خمسة وواحد إلى ثلاثة تقسيم واحد وواحد إلى ثلاثة هذه أعداد كسرية رح نحولها إلى كسور اعتيادية هذه أول خطوة إذن رح تكون ثلاثة ضرب خمسة خمسة وواحد ستعش إلى ثلاثة القسمة تنزل ثلاثة ضرب واحد ثلاثة زائداً واحد أربعة إلى ثلاثة أريد أنبه إهنانة على ملاحظة إنه من نحول هذا العدد الكسري وهذا أيضاً العدد الكسري تبقى إهنانة لعملية القسمة بعدين بالخطوة الأخرى يلا نحولها إلى ضرب لأنه إذا تحول إهنانة القسمة إلى ضرب رأساً رح تخطأ بمقلوب المقسوم عليه رح ما رح تقلبون الثلاثة إلى أربعة إذن أول خطوة أقوم بها إنه أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي مثل هذا والقسمة رح تبقى قسمة وبعدين أحول العدد الكسري الآخر إذن إلى كسر اعتيادي هسا الخطوة الثانية إيش رح نسوي ينزل ستعاش إلى ثلاثة هذه القسمة رح تحول إلى ضرب ويقلب المقسوم عليه يصير ثلاثة إلى أربعة هل تلاحظون الثلاثة كانت مقام هنا نصارت بسط إذن شنو أنقلبت زين صارت عملية ضرب بين كسور اعتيادي رح نسوي عملية تبسيط بين الستعاش والأربعة على أربعة واحد ستعاش تقسيم أربعة بها أربعة وكذلك الثلاثة مع الثلاثة أيضا نقسمهم على ثلاثة اللي هو العامل المشترك بيناتهم رح هذا يكون واحد وهذا يكون واحد هسا رح نضرب الأربعة ضرب واحد هو أربعة واحد في واحد هو واحد مثل ما ده تشوفون رأسا طلعنا الناتج أربعة واللي يريد يسوي أربعة إلى واحد ويساوي أربعة أيضا هو صحيح نجي إلى المثال الثاني اللي هو استعمال ترتيب العمليات طبعا استعمال ترتيب العمليات كلش مهم مثل ما ده تلاحظون ده تجي في كل العمليات في كل الدروس هي هذه موجودة إذن عملية ترتيب العمليات مهمة الملاحظة اللي قلناها إنه من يكون عندنا عملية طرح وتكون قسمة أو عملية جمع وقسمة وضرب دائما الإسباقية إلى القسمة وضرب زين بالنسبة هذا المثال ثلاثة إلى خمسة طرح خمسة إلى تسعة تقسيم ثمانية واحد إلى ثلاثة أول عملية أسويها إنه أحول العدد الكسري إلى كسر اعتيادي فالكسرين الاعتياديين دول اللي بيناتهم عملية طرح رح يتنزل مثل ما هي القسمة أيضا رح تنزل رح نحول الأدد الكسري إلى كسر اعتيادي وقلنا حتى ما ننسى إنه شو ننحولها مثل الساعة مثل عقارب الساعة نمشي ثلاثة ضرب ثمانية جمع واحد رح يكون خمسة وعشرين والمقام نفسه ثلاثة رح نحصر الخطوة الثانية نحصر عملية القسمة لأنه لازم نطلع ناتج عملية القسمة قبل عملية الطرح ينزل هنا الثلاثة بعد ما حصرناها بأقواص رح نحول هنا العملية القسمة إلى ضرب رح ينزل الخمسة إلى تسعة يعني إحنا من نشتغل داخل القوس كأنه هذه العملية ماكو إحنا ننزلها نخليها لكن كأنه هي موجودة مثل ما تشوفون هسه إنه الخمسة إلى تسعة تنزل هذي والقسمة رح تحول إلى ضرب الثلاثة رح تصعد لي فوق والخمسة وعشرين تنزل لي جوا يعني الثلاثة سصير باست والخمسة وعشرين سصير مقام إذن إحنا بعدنا داخل الأقواص هذه الأقواص بعدنا داخل الأقواص حتى نطلع الناتج النهائي ما له ثلاثة إلى خمسة تنزل الطرح ينزل إحنا الناتج بعد عملية التبسيط القمسة مع الخمسة وعشرين والثلاثة مع التسعة رح يكون هنا خمسة تقسيم خمسة واحد وخمسة وعشرين تقسيم خمسة هو خمسة وهنا التسعة تقسيم ثلاثة والثلاثة تقسيم ثلاثة واحد واحد ضرب واحد هو واحد وثلاثة ضرب خمسة هو خمسة صار هنا نعدنا بين توحيد مقامات بين المقامات المختلفة بين الخمسة والخمسة لأنه هنا عملية الطرح طبعا توحيد المقامات أي أجعل المقامات متزاوية فقط لعملية الجمع والطرح مو بالضرب خليني ننتبهي شوي زين المضاعف المشترك الأول أو المضاعف المشترك الأصغر بين ال 15 وال 5 هو ال 15 لأنه احنا دا نلاحظ أنه ال 15 هي من مضاعفات ال 5 من نشوف ال 15 من مضاعفات ال 5 قبل رح ناخذ ال 15 يعني احنا هنا رح تكون هنا أنا رح أسوي لكم إياها هنانا 15 وإهنانا أيضا 15 فهذه ال 15 هي طبعا مضربة في 1 هنا فإذا ينزل كلته هنا ال 15 هذه الخمسة معناها مضربة في شنو معناها مضربة في 3 إذن 3 أيضا أضربها في 3 ف3 ضرب 3 رح تصير أدنى تصير أدنى 9 هس رح أجري عملية الطرح إنه المقام هو نفسه وال 9 طرح 1 رح يصير 8 إذن هو هذا الناتج 8 إلى 15 والناتج مثل ما تلاحظون هنا هو في أبسط صورة لأنه البسط هنا أصغر من المقام وما عدنا بها عملية تبسيط إذن هو هذا الناتج في أبسط صورة عدنا قسمة العداد الكسرية أنه أول شيء أسوي أحول العدد الكسري إلى كسر اعتياطي والنقطة الثانية اللي مثل ما كتبناها سابقا أنه نحول عملية القسمة إلى عملية ضرب وبعدين الكسر الثاني المقسوم عليه نقلبه يعني مقلوب المقسوم عليه رح يصير عدنا عملية ضرب نجري عملية الضرب بين الكسرين الاعتياطيين بعد عملية التبسيط طبعا ما بين البسوط والمقام ورح يكون عدنا الناتج مثل ما قلنا لازم في أبسط صورة يعني جزء هو يطلع في أبسط صورة أما إذا ما طلع عنا وطلع مثلا البسط أكبر من المقام أو عدنا بيها تبسيط لازم أبسط الناتج في أبسط صورة رح يكون واجبنا فقرات وحل